لشهر اثنين فبراير اشباط عام الفين و اربعة و عشرين متحديدا للسبع ايام الاولى سنقرأ للبرج صاحب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج من الخارج دائما بقوم بقمة الجمال والاناقة ومن الداخل دو اخلاق رائعة جدا ودائما مساعد للاخرين ويحتلل المراتب الاولى في الذكاء اكيد انا بحكي عن البرج الهوائي برج الجوزاء الرجاء من جميع مواليد برج الجوزاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما ينسوني في اللايك لنرى يا اصدقائي كيف ستكون معك الاحداث القادمة استبدأ بداية شهر اثنين مليء بالطاقة الايجابية ومصر انك تحقق الاهداف والطموحات التي تسبو اليها واستقم بعمل تنظيم يومك لكي تدفع بمصالحك الى الامام استكثرون من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن سيكون اغلبها دون نفع وخصوصا تحظى ببعض الاعمال الاضافية تعود لك من نفع وبالدخل المادي الجيد لنصب اهتماماتك على الامور المالية بهدف انك ترفع من دخلك المالي فالفرص متاحة لمولود برج الجوزاء حاول استغلال الفرص ودفع بمصالحك الى الامام وان شاء الله دائما سيكون النجاح حليفك عفوا يا صدقائي هناك خلاف بينك وبين احد افراد العائلة على امر القديم كان مشترك بينك وبينه او على ارث حافظ على هدوء اعصابك لان قوتك بهدوء اعصابك اذا بتعصب وبصير صوتك عالي بتفقد قوتك اللي هي الثقة بالنفس وانك صاحب حج فدائما يا اصدقائي صاحب الحج صوته منخفض لانه متأكد من كلامه ومن اللي متحدث فيه سيساعده احد الاشخاص من افراد العائلة ايضا رح يوقف معك رح يشهد في الحج اليك دائما يا اصدقائي ما بموت حج ورا ام طالب طول ما انت بتطالب بحجك باذن الله تعالى ستحصل عليه ان شاء الله في القريب العاجل وليس الاجل استحضاه ببعض اللحظات الرائعة جدا الجميلة المليئة بالاحداث الرومانسية والحب مع الحبيب هناك لقاء بينك وبينه حاول بهذا اللقاء انك انك تذكر الحبيب بموعد الزواج لانو يا اصدقائي لما تتحدث في الامور المستقبلية فدائما الحبيب لامامك يظل متأهب للمرحلة القادمة وما يخذ العلاقة بجدية عشان يجهز لها في الفترة متاحة لإتمام خطوبة او زواج والفالف مبروك للبحال في الحظ من وليد برج الجوزاء هناك علاقة ايضا جديدة للاشخاص العزبون او المنفصلون سيتعرفوا على شخص على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس اوب واشياء من هذا القبيل هذا الشخص ترتاح له وهو من الاشخاص ومن الابراج الهوائية ستشعر انه في امور مشتركة بينك وبينه وسيشاركك اهدافك اللي حاب انك تعملها في الامور المستقبلية وتشعر داخليا انك حابب تتكون معه علاقة عاطفية ان شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح لا تتسرع يا صديقي يا برج الجوزاء قبل ما تتأكد من حبه واعجابه فيك ولا تنسى انك تحط النقاط على الحروف باول العلاقة عشان يكون الامور ثابتة وعلى بيّنة الله قديم الحب بينك شخص باللي بدك وهذه القدرة رائعة جدا الجوزاء حاول استغلالها واقنع واقنع اشخاص حابين يكونوا معك شركات بامور مهنية تعود إليك وإلهم بالنفع استلتقي أيضا بأشخاص إليك زمان ما شفتهم ذو الأشخاص كانت تربطك فيهم علاقة رائعة جدا بالفترات الماضية ولكن أشغل الحياة أبعدتك عن بعض هذول الأشخاص استحدث معهم بأحداث حكفة قديمة بينك وبينهم ويذكرون في الحبيب السابق تستنصدم أنه باعث لك السلام هذه العلاقة قد تدمر مستقبلك وخصوصا الأشخاص المتزوجون أو اللي عندهم الشيك حياة مستقبلي كيف تعمل الشيك حياة مستقبلي أو كن فيه شخص انتويا عن سواج بإذن الله في القريب العاجل وليس الآجل فحاول قدر المستطاع أنك تأخذ القرار الصحيح فكر في الأمور عقلانيا وليس عاطفيا أما الأشخاص قائمون على عملهم هنا بعد نظرة هناك بعض الزملاء اللي ينظروا إلي في نظرة الغيرة والحسد وهم سيحاولوا إعاقة تقدمك هذول الأشخاص سيئين جدا وما رح يتوانوا إذا أنت تحدثت أي موضوع عن رسائك في العمل طريقة غير لائقة وشيء من هذا القبيل ما رح يطردت أنه يحكيها لرسائه في العمل بهدف أنه يشوه سمعتك وأيضاً يحرمك من طرقية أو حوافز أو إذا كان في عندك مطلب أشياء من هذا القبيل ولكن لما تقوم بأعمالك بطريقة رائعة جداً هناك بعض الفرص بداية شهر اثنين رائعة جداً وهي أغلبها اليوم الثاني سيكون مدلة من أحد الأشخاص المقربين من حولك لأنت حاط عنده خبر أنه يبحث لك عن فرصة عمل حاول قدر المستطاع أنك تستغل الفرصة اللي أمامك ويدفع بمصالحك إلى الأمام لأن يا صديق يا ورج الجوزاء الفرصة عبارة عن وقت قصير يابد لحقها يا راحة عليك ولا تقع انفخ التسرع يعني يجب أنك تدرسها بشكل سريع وتأخذ القرار النهائي بدون أي تباطئ الله يرزق دائماً من حيث لا تحتسب نقبل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أن أنا أعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بدم اختيارهم من التعليقات التي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر لما بحالف الحب هذه المرة وما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحارف الحب ويكون من أحد الرابحين معي هذه القراءة أما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقي رفعون الواتساب تحتسب الفيديو فندوق الوصف ومرة تنبكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً وتوقعات الأشهر القادمة وأيضاً مليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام أو إذا كان فيه موضوع معين أو مشكلة معينة أو متأرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائماً يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي